أهلاً وسهلاً بحضراتكم ومرأة أخرى عزائي المشاهدين النهاردة الحقيقة عايزة بارك لفريق نادي الأهلي موليد 2005 فازوا على نادي الزمالك في ميت عقبة بهدفين مقابل لسه كنت بتكلم مع حضراتكم عن هذا الأمر الحمد لله المباركة كانت قوية من الحاجات اللي بتعجبني في فريق 2005 أنه عنده ثبات معظم اللاعبين اللي موجودين عندهم ثبات لأنهم بيلعبوا في منتخب مصر 2005 بيلعبوا في نادي الأهلي بالمناسبة معظم هؤلاء اللاعبين موجودين أو كانوا بيتمرانهم مع النادي الأهلي في الإمارات معظم هؤلاء اللاعبين تم تساعدهم وتم قدهم في القائمة الأفريقية وبالتالي حتى اللاعب للام يتم قدها في القائمة الأفريقية اتعمل لهم عقود وبالتالي اللاعبة حست أنها عندها مستقبل كبير إن شاء الله خلال الفترة القادمة داخل النادي الأهلي وكل هؤلاء اللاعبين 2005 داعني عنده تقريبا 19-20 سنة وبالتالي خلاص سنة سنتين المفروض يعني يكون مع الفريق الأول وبيلعب مع الفريق الأول النهاردة كانوا بيلعبوا بره أرضهم وكانوا زي ما قلت لحضراتكم مسؤولي كل المسؤولين في نادي الزمالك كانوا حضرين هذه المباراة مدير الفان البرتغالي الجديد لنادي الزمالك كان حاضر ورغم ذلك ممكن جدا نتهز أنا كأهلاوي أو أنا كلاعب في النادي الأهلي أن أنا أتهز أن كل المجلس موجود وهكذا والمدرب والحاجات اللطيفة اللي بتتقال دي لكن وبالمناسبة برضو نادي الزمالك لعب المتيابة اللاعب الجديد اللي جايبينه الأغاندي لعب مع فريق 2005 وبالتالي عجبني جدا ثبات هؤلاء اللاعبين رجالة كالعادة الحقيقة قدروا أن هم يهزموا نادي الزمالك في عقر داره المباراة النهاردة كانت طبعا ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية 2005 كل لعب تنادي الأهلي الحقيقة ظهروا بشكل جيد عبدين في الدفاع معظم اللاعبين في خط الوسط يوسف عبد الحفيز معتاز محمود لبيب حارس مرمى حازم جمال جيل مبشر جدا جدا للنادي الأهلي ومطمئن الحقيقة الواحد هو واعب يتفرج على هؤلاء اللاعبين بيبقى متطمن على مستقبل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي معظم زي ما قلت لحضراتكم كولر خد هؤلاء اللاعبين في معسكر الإمارات وكان بيبص عليهم مش بيبص عليهم كده يعني جدعانة لا بيبص عليهم عشان مستقبل النادي الأهلي أو كيف ينظر مجلس إدارة النادي الأهلي أو إدارة الكرة في النادي الأهلي مع كولر لمستقبل النادي الأهلي من خلال وجود هؤلاء الشباب ربنا يكرم ويكمله مش معنى الكلام اللي انا بقول ده انهم يتغروا ولا لا 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 لسه ما عملوش حاجة صفر كل دول شباب زي الفل وكل حاجة شباب واعدين للفترة القادمة ولكن اوعى اوعى تبص ان انت لا في ثانية هتلاقي نفسك برا وفي ثانية هتلاقي نفسك بعيد بالعكس جمهور النادي الاهلي بيحب جدا 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 اللعيب المتواضع اللعيب اللي بيحافظ على نفسه من خلال تدريبه جو الملعب بعيدا عن اي امر اخر وبعيدا عن اي شيء اخر عشان كده انا بقول لحضراتكم عندنا مجموعة من الشباب ان شاء الله ان شاء الله يكون لهم مستقبل جيد مع النادي الاهلي يكونوا نواة للفريق الاول لكرة القادمة في النادي الاهلي